ينضم أيضا إلينا من شيكاغو علي بردى خبير الشؤون الأمريكية وهو في مقر انعقادي ذلك المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي أهلا بك سيد علي يعني تابعت بالتأكيد وأنت تستمع بشكل مباشر لكامالا هارس في هذا المكان حيث أنت وبالتأكيد هناك نقاط قد استوقفتك ربما ترفع من أسهم كامالا هارس أو تخفض من أسهمها في قابل الأيام تفضل على سيد علي يعني هناك جوانب عديدة مهمة في هذا الخطاب أولا أنه خطاب رئاسي بكل معنى الكلمة هذا هو الخطاب الرئاسي الأول الذي تلقيه كامالا هارس في حضرة ليس فقط المؤتمر العام للحزب الديمقراطي بل هو خطاب موجه لكل الأمريكيين قالت أنها في حال فازت في الرئاسة ستكون رئيسة لكل الأمريكيين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو غير الحزبية أو عن خلفياتهم الثقافية أو العرقية أو الدينية هذا أمر مهم جداً لماذا؟ لأن كامالا هارس وضعت نفسها في كفة تريد أن تكون ممثلة للشعب الأمريكي تريد أن تخدم الشعب الأمريكي هذا ما قالت في مقابل ماذا شخص آخر مرشح للرئاسة كان رئيساً بحسب ما قالت وكان يقوم بأعمال غير رئاسية بل كان يثير الفوضى والانتقام والغضب في أوساط الذين يعمل معهم من يؤيده يمكن أن ينجح ومن يختلف معه يمكن أن يقضي عليه بصورة تاملة هذه ليست تصرفات رئاسية بحسب ما قالت كامالا هارس قالت وحذرت الأمريكيين من أن انتخاب دونالد ترامب مجدداً لأعلى سلطة في البيت الأبيض وخاصة بعد ما شهدناه خلال سنوات حكمه بين عام 2016 و2020 سيكون خطراً كبيراً على الولايات المتحدة لأن الرئيس دونالد ترامب حصل من المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة على حصانة شبه تامة من أي عمل يمكن أن يكون به ووضعت نفسها كممثلة للحلم الأمريكي أمها جاءت من الهند كمهاجرة وهي ترعرعت في خليج كاليفورنيا وذهبت إلى المدرسة هناك ولم تحصل على ما حصلت عليه لأنها ورثت هذه الأمور عن عائلتها كما حصل مع دونالد ترامب الذي ورث ثروته من عائلته وقالت أن دونالد ترامب يريد أن يعمل لنفسه المصلحة الوحيدة التي لديه هي مصلحته أما مصلحتها هي مكرسة للشعب الأمريكي هذه الكلمات مؤثرة للغاية ولكن الأهم من ذلك أن كاملة هاريس وضعت خطة متكاملة للسياسات المحلية التي ستعتمدها أكان في شأن التعليم والطبابة والحريات الشخصية وقالت أن الفريق الآخر يعني الفريق الذي يؤيد الرئيس دونالد ترامب لا يثق بالمرأة ولكن نحن كما قالت نثق بالمرأة ويمكن أن نعطيها أدوار قيادية هنا علي دعني عفوا علي فقط هذه النقطة مهمة أثرتها مع رامي ولكن لم يسعفنا الوقت للاستفادة فيها موضوع الثقة بالمرأة وقانون الإجهاض وما إلى ذلك كان عليه لغة كبيرة في الولايات المتحدة أبان حكم ترامب وحتى بعد ذلك وأمهض القانون الذي أريد أن يمرر المزاق العام في الولايات المتحدة الأمريكية هل هذا يرفع من أسهم كاملة هاريس في هذا الحديث أم أنه قد يقلل من أسهمها؟ مثلا لقانون الإجهاض ثم نأخذ بقية المسائل الداخلية الأخرى وكذلك القضايا الخارجية يعني قضية الإجهاض وحق المرأة بالتصرف بجسدها مسألة موجودة في الولايات المتحدة منذ عشرات السنين في السبعينات من القرن الماضي تقرر هذا الموضوع في المحكمة العليا الأمريكية عندما أعطي حق الإجهاض للمرأة لأسباب تتعلق بصحتها الإنجابية ثم جاء المحافظون مجددا بقيادة دونالد ترامب لإلغاء هذا الحق الآن هناك عشرين ولاية أمريكية ألغت حق الإجهاض بعدما كانت المحكمة العليا ألغته على الصعيد الفيدرالي صارت كل إمرأة تريد الإجهاض لأي سبب من الأسباب في أي من هذه الولايات ستكون عرضة للمحاكمة الطبيب الذي ينفذ أي عملية إجهاض سيكون عرضة للمحاكمة ما تريد كاملة هارس وما قالته الليلة هو أن المرأة هي أعرف بجسدها وبحاجة جسدها إلى الإجهاض أو غير الإجهاض إذا كانت تريد الحمل أو لا تريد الحمل إذا تعرضت للإقتصاد وحملت من هذا جاءوا إلى هنا بنسوة حملنا من أقاربهن باعتداءات جنسية وهن صغيرات السن وإذا ألغي حق الإجهاض بحسب الجدال القائم في الولايات المتحدة هؤلاء يعني أنت ترى أن ذلك قد رفع من أسهم كاملة هارس هذا الحديث من دون أدنى شك طيب وبالنسبة للحديث عن موضوع من دون أدنى شك لا تريد نعم اسمعني لمسألة مهمة نعم أنهم لا يريدون من الحكومة الأمريكية الفيدرالية أن تدخل إلى غرف النوم الخاصة بالنساء أن النساء أحرار فيما يعملن أن الذين يريدون أو لديهم رغبات في هذا الاتجاه أو ذلك فليتصرف أن هذا ليس شأن الحكومة الفيدرالية الحكومة الفيدرالية يجب أن تهتم أكثر بالصحة العامة بالتعليم وقالت كاملة هارس أن الرئيس دونالد ترامب يريد إلغاء وزارة التعليم وهذه مسألة شائنة بالنسبة إلى الديمقراطيين لأن هناك عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يذهبون إلى المدارس الرسمية أو العمومية ولتلقي تعليم جيد بسبب الدعم الذي يأتي من الحكومة الفيدرالية هناك قضايا بالغة الأهمية فيما يتعلق بالسكن على سبيل البتال أيضا موضوع أثارته كاملة هارس ما أريد أن أقوله أن السياسات التي تحدثت عنها تمس المجتمع أو المجتمعات الأمريكية في صلب حياتها اليومية وهي قالت أن الحكومة الأمريكية يجب أن تعمل لمصلحة هؤلاء الأمريكيين وليس لمصلحة الشركات التي تريد أن تكون الأفضلية للمدارس الخاصة أو للطبابة للذين فقط يملكون المال الكافي للعلاجات المطلوبة وكل هذه القضايا قضايا تمس الشعب الأمريكي في حياته اليومية نعم طيب سيد علي لو تحدثنا هذه القضايا كما قلت تهم الشعب الأمريكي لكن ترامب في تغريداته الأخيرة عندما قال أن الولايات المتحدة بها أكثر من 60 مليون سقير لم تتحدث عنهم كاميلا هارس وقال أيضا أن كاميلا هارس لم تفعل شيئا خلال ثلاثة أعوام ونصف العام وهذا ما تفعله اليوم ولذلك سوف تجعلنا أمة أو نصبح أمة فاشلة هنا الاتهامات من الجمهوريين إلى أن هارس موجودة على سدة الحكم وهذه القضايا التي طرحتها أنها ستعالجها لماذا لم تقدم على ذلك العلاج أو أن تقدم شيئا يعالج تلك القضايا سؤال مهم للغاية طبعا بعض جوانب هذه المسائل صحيحة 100% هارس موجودة في إدارة تتقاسم أي شيء ممكن أن يريده الرئيس الحكم الرئاسي في الولايات المتحدة الرئيس هو صاحب القرار النهائي أنا لا أقول أن هذه الإدارة معها حق أو ترامب مخطئ ما أريد أن أقوله أنه في الخطاب السياسي أنا قد نجحت في تصدير خطابها نعم 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 هذا هذا ما فهمك أعتذر في الوصول إلى ما يمس الشعب الأمريكي نعم نعم وأيضا أنا أشكرك خطبت المجتمع الدولي وعلاقات الولايات المتحدة وهذا ربما ما نأخذه أيضا في مداخلة أخرى شكرا جزيلا لك سيد علي بردى خبير الشؤون الأمريكية من شيكاغو على هذه الإضاحات ولوجودك في هذه الأيام الأربعة لوضعنا في تفاصيل وحيثيات هذا المؤتمر شكرا جزيلا لك سيد علي